هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 20 ألف وفا فيما تقل أمل العثور على ناجين تحت الأنقاض وسط تقس سقيعية هذا وعلنت تركيا أن 16546 شخصا قضوا في تركيا فيما أصيب 66132 آخرين بينما توفي في سوريا 3162 شخصا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين وبلغت شدته 7.8 درجة